الميليشياء الحوثية يتواصل عملياتها الإرهابية في استهداف المدنيين على خطوط التماس مع القوات الحكومية حيث صعدت في الأيام الماضية من وطيرة هذه العمليات في مؤشرات دالة على التحول من استراتيجية التهديد الحكومة والإقليم إلى البدء بخوض عمليات قتالية واسعة كما حدث في جنوب ماربة على جبهتي العكد والبلق وكما هي مسار الحشود الحوثية باتجاه جبهتي الضالع وتعز القوات الدولية المعنية بمراقبة عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي كثفت من نشاط المراقبة الميدانية لممرات التهريب البحرية والبرية وذلك بعد نجاح الجهود الثلاثية لكل من قوات برطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في مصادرة أسلحة ومعدات قتالية لأكثر من سبع عمليات تهريب خلال أقل من ثلاثة أشهر وذلك في ظل زيادة سقف التعنت للميليشيا الحوثية من خلال التمسك بأسلحتها والمطالبة برحيل القوات الأجنبية كشرطا جديد لقبول مقترحات الحل السياسي غير أن المظاهر العسكرية لا تخفي ما وراء دهالز الدبلوماسية من تحركات مرئية وأخرى غير ظاهرة ذلك أن الورقة العسكرية تبدو وحسب مراقبين مناورات متبادلة للضغط باتجاه التسوية الأكثر شمولة والتي ما برح هانس جروندبرغ يبشر بها من العواصم القريبة والبعيدة بما في ذلك موسكو التي بدأت تقترم من الأزمة اليمنية عبر لقاءات وصلت إلى مسقط عاصمة الإدارة الدبلوماسية للتجاذبات الخارجية في مسارات الحرب المتعددة الأوجه والأقنعة باليمن خبراء الاستراتيجيات العسكرية يؤكدون أن كل مظاهر التصعيد العسكري لن تتجه قريبا نحو العودة إلى مسارات العمليات القتالية التي سادت فترة ما قبل هدنة إبريل 2022 وأن بوابة العام التاسع للحرب في اليمن سوف تتوقف عند المراوحة الطويلة في مرحلة اللاسلم واللاحرب ذلك أنه بحسب الخبراء تقتضي مصالح كل أطراف الصراع الدامي والمدمر في اليمن البقاء في مربع هذه المراوحة نظرا لجسامة الخسائر المترتبة على تجاوزها إلى تصعيد عسكري شامل